اهلاً وسهلاً بكل السادة المشاهدين اللي بتابعونا وبشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضايا المصرية من التليفزيون المصري وحلقة جديدة النهاردة من بيردمجنا الشهير أكلة أمر اسكالوب اللحمة لنا موقف معاه دايماً التوبنج أو الخلطة بتاعة الاسكالوب بتفكي في قلب الزيت يا إما تطلع لحبات الاسكالوب أو قطعة الاسكالوب بناشفة يعني لو بيتت لتاني يوم أنا دارش ناكلها نايرضى معايا لحمة شرايح تكللونا نعملها مع بعض هنعمل لحمة اسكالوب هنشوف نعملها مع بعض إزاي بنقدر نعدل معاها سوس جبنة لطيف اللي أولاد بيحبوه معا الجبنة مع البربيكيو سوس بيبقى كاتشاب مايونيز وهكذا معنا ورق عنب النهاردة عاز أعمله طاجن الورق العنب بالبرغل دي فكرة جديدة حلوة ووفرت عليك ووقت إن كنت تجيبي ورق عنب وتقعد تلف ورق عنب والجو ده معنا برغل ومعنا ورق عنب ومعنا طماطم شوية بادونس بصل وتوم هنشوف نعمل إزاي طاجن الورق العنب بالبرغل هنقدم بقاها طبعا رمان وموسم الرمان دلوقتي لطيف وجميل ويفتح النفس وفوايد الرمان كتير قوي أولهم طبعا وأهمهم إنه هو بينق الدم وبينشط الدورة الدموية ومفيد جدا طبعا شربة الخضار هنعمل النهاردة كمان تشكيلة من الخضار جزروا بسلة ونعمل شربة خضار باللحمة بيسموها في المطبخ الطلياني المنسترونو بيقدموا معا شعرية أو مكرونة تفاصيل جديدة في الحلقة النهاردة بسيطة وسهلة نفس الباتيريا اللي بيكون موجود عندك في البيت ولكن الشكل والطعم بالتأكيد بيختلف فهستغذر حضراتكم نطلع فاصل صغير ونرجع لتفاصيل صغيرة ولكن الطعم جديد وكمان معلومة غير معلومة أو أتروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نجاوب على أسئلة كتير ونشوف موضوع الإسكالوب أو البوفتيك وإيه مدراسة اللحمة المالية واللحمة البنية وإيه قواعتها وإيه إزاي نعملها بطريقة سهلة وبسيطة معنا شريح اللحم مقاديل على الشاشة في المتناول الجميع معنا بيت معنا بقصمات تدبيلة ملح فلفل البعض بيحط مية بصل عصير مية الطماطم وهكذا ولكن يهمن الحتة اللحمة تكون طازة ونخدم عليها يعني نخدم عليها عم نشيف يعني ما ينفعش الإسكالوب هنعمله أو البني كل اللحمة فيها عرق الدهن ده مطلوب منك خلي بالك لازم تكون حتة اللحمة لطيفة وجميلة كده ما فيهاش أي دهون تعالوا مع بعض نشوف الحتة اللحمة هنطلع منها إزاي إسكالوب والباقي ممكن نطلعها في الشرب عادي شفت الحتة اللحمة دي أول حاجة كده بنشيل الدهون دي كده طبعاً أنتم وقت تجيبها من عند الجزار متحضرة وبتشفية وكل حاجة قادي شريحة طلح حالك كده وقادي كمان شريحة وقادي كمان ناخد الشريحة دي طبعاً الحتة اللحمة الملبسة دي لو أنا حطيتها دلوقتي في الشربة مع بصل مع توابل مع بوكي جارني هتديديني شوية شرب حكاية نعملها بقى شربة خضار ندخلها مع شربة شعرية زي ما انت عايزة شوفت الإسكالوب بيطلع معها إزاي ناخد الشريحة الحلوة دي كده أنا حابب أعمل اللحمة دي مع حضراتكم كده يا شهاد زي الفوت طبعاً عندك المدقة بتاعة اللحمة دي موجود منها الخشب موجود منها المعدن زي ما انت عايزة بطلع الإسكالوب بقى دي شريحة توص الجزار كده دولو أنا عايزة حتية لحمة حلوة عايزة عملها للأولاد بني ميزة البني ده عالصفرة يعني مش بنحتاج بقى للرز وعيش مع خدار سوتيه بيبقى لطيف وجميل أنا عايزة أعمل شريحة شربة كده الأول وشغيل أنا بعلمك إزاي جبت حتية لحمة من عند الجزار طلع منها حكتين دلوقت بص اللهية الحلوة دي كده في قلب التاصة وأخد اللحم اللي موجودة عندي ده كده شفت الجو ده كده ثم أدير الشورت الشربة في قلب المية يهميني إن أنا أستخلس وأستنتج شوية شربة حلوية أعمل بوب شربة الخضار بتاعتي عندك شوية بوهرات حلوية من الفلفل الاسود الحبهان قرفة زي ما أنت عايزة ده مطلوب شفت الدس الطيبة لما بيتكلموا بنيتهم الصفية إيه تابعت شربة شافت حلقة كويسة أو فيديو للأكل فعايزة هي تعرف الطبق الشربة ده تعالوا مع بعض نشوف الحتة اللحمة لو أنا هفرتها نفرتها إزاي واحنا مع بعض الكلام عندك كيس العيش اللي كان عندك في البيت أنا جبت الورقة الفويل دي كده البلاستيك ده سوري وباخده كده حطه على اللحمة وتعالوا مع بعض نشتغل بقى إيه ونشوف الحتة اللحمة نفرتها إزاي على نفس البلانشة دي كده نوسع أهو شوفت الموضوع بسيط إزاي أنا آسف للإزعاج أولاً أهو ما شوفت؟ أي اللي لوحدها بتتفاعد بس خلاص كده الحتة اللحمة عندي جاهزة ونبدأ إن إحنا نشكلها زي ما إحنا عايزيج ونتبق لها هنجيب طبقة حلوة كده ونرص عليه حتة اللحمة ونشوفها إزاي اتفردت معنا ده مهم جداً عشان نحط في الاعتبار إزاي بص يا غالي مخرجناك جميل هو ده الكلام لا ده من غير الرابل ده والبلاستيك ده الحتة اللحمة تتباهدل منك ده اللي بيسلك الحتة اللحمة مبين المدقة بتاعت اللحم سواء المعدن أو الخشب وإن هي الأنسجة بتاعت اللحم زي ما موجودة الحتة اللحمة معنا كده بنتبّلها بقتت بيلا خفيفة أنا اللحم طالما طازع عندي للأمانة وزي الفل رشة فلفل حلوة كده شوية ملح لا مش حطي توب ولاي حاجة هو الإسكالوب كده ملح وفلفل بالشكل ده كده وخلاص وهنجي كده عاملين كسرولة الحلوة دي كده جابين فيها اتنين بيضة شفت بقى أنا هعمل الإسكالوب إزاي واعلمك أو الحشوة أو التغليفة بتاعته ما تنزلش منها هي دي الشطارة هنقلب البيت ده مع شوية حليب دايماً لما بنيجي نحمر الإسكالوب بيشيف مغازي بيكش منينا في قلب الزيت يا إما ينشف ونيجي ناكل منه لاي الحتة ناشفة عايزين ناكل الإسكالوب بطاري حلو كده بناكله ببعض المطاعم أنا قلبت حليب مع بيت هتقول لي لي ماينفعش بيدل واحده لا البيت لواحده ماينفعش هيخليك الإسكالوب يجلد إنما وجود الحليب وإضافة الحليب يخليك الإسكالوب طاري حالو دي فايدة الحليب مع البيت الفايدة التانية وجود الدقيق معالية الدقيق مع الخليط ده بيخليك التوبنج أو الخالطة دي تمسك في الحتة اللحمة أو صدر الفرخ بس خلاص ونقلبه مع بعض مع شوية فلفل سويت رايق أو زي الفل ولا في زحمة ولا في أي مشكلة خالص وبتعمله مطبخ جديد بفكر جديد بشكل جديد معالية الدين نقلبها كده وناخد الإسكالوب ده نحطه فين في الكسرولة دي اه بس خلاص تدبيلته ملح وفلفل اذا لم يحبش عصير البصل على اللحمة لما بحطه في الإسكالوب واجه أكل الإسكالوب بشم ريحة البصل في قلب الحتة اللحمة بتفقد رونقتها وطعمها وجمالها ما بعرفهاش إذا كان ضاني كندوس مستوردة بلدي الجزار ضحك علي الجزار غشني وكذا خلي الحتة اللحمة يا أمي بطبعتها هناخد الإسكالوب بتاعنا ده كده ونحط هنا كده مدرسة يا شيف وعند إسكال ركائك الدرة أو بقسمات عندي كس توست هتتحنيه بواي لعش الفينو هتتحنيها شفت اللحم التابل إزاي بسيطة الكسة آخر حتة حلوة دي كده بتاعتي دي أحبها هنا دي الموزة هسيب اللحمة في التدبيلة دي كده واشيل ده من هنا ونجي للمرحلة اللي أنا مش بحبها شوية البقسمات الحلوين ده شفت الشطرة دي ده بقسمات أو ركاك الدرة موجودة عندنا الطبيعي مع ركاك الدرة دي بتحتاج شوية حاجات صغيرين كده علشان تبقى التومنج بتاعيتنا قوي نعمل ايه عم الشيف معالاية نشا صغيرة مع شوية بوهرات في قلب التدبيلة بوهرات دي من شوية بابريكا شوية كوركم صغيرين معالاية نشا صغيرة شفت التركاية دي بسيطة خالص و سهلة ازاي بس بتاخدك في مكان تاني بقى بتخليك وقفة في المطبخ كده عارفة انت بتعمل ايه شوية فلفل سود و شوية الملح التمام و نقلب دول مع بعض ليه معالاية النشا اه سؤال لطيف و جميل مخرجنا بيسال ما نكتافي برقاك الدرة بس كل حاجة لها تركاية و كل حاجة لها اسرارها و المطبخ له مفاتيح شفت ازاي قلبت انا النشا مع رقاك الدرة مع شوية بوهرات حلوين ممكن مخرجنا بقول لي توم بودر بصل بودر المادام بتحط لطيف و جميل بس برضو تاني بصل البودر و التوم البودر لما بنحطه على اللحم الطعم بيهرم مننا لحطة اللحم هنا بنفقد روناكتها ما بنعرفاش ايه هي فانا حبيت النهاردة اشرح ازاي نعمل اسكالوب ببنيه نعمل بوفتيك بطريقة بسيطة وسهلة بتفاصيل صغيرة حطة اللحمة جبتها شفتها خدمت عليها خدت الباقي منها حطيته على النار بيغلي مخرجنا هجيب دلوقت البوكيجر نيه مع اللحمة بيغلي هاخد الشربة بتاعت اللحمة دي اعمل شربة خضار هنشوف نعملها مع بعض ازاي وخدت اللحمة بتاعنا هنعمله اسكالوب سيبوني بقى يعيش مع الحاجة اللي انا بتاخد مني وقت شوية اها الشريحة دي زي ما هي كده اها الله في قلب الخلطة دي كده اه شفت ازاي هوا ده كده يلا بينا اه زي ما انا شغلت كده هسا ازا حضراتكم ناخد بعدينا ونروح فاصل صغير ونرجع بعض الفاصل بنجاوب على اسئلة كتير من خلال السوشيال ميديا شيف مغازي اللي اسكالوب البوفتيك معانا مشكلة يا اما يفك في الزيت يا اما يطلع ناشف يا اما يبقاش طعب ولطيف زي ما باكله برا النهاردة بتجاوب على كل الاسئلة عملي او هتروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعض الفاصل ودايما اعتقد يعني دايما بتتابعوني بأي محبش موضوع البنيه من صغري لما كان الشيف اللي كان بيعلمني واستاذي اا 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 كان يا حبي يعقبني يعني اصير جيت متاخر مسلا وعلي عملت اي حاجة يقول لي اعمل ده كله بنيه حفلة بقى يعمل لنا مسلا اشياتي ثلاثين كيلو لحم اسكالوب اقعد طول النهار كده لا اعرف اعمل اي حاج ولا اشرب كوبية شاي ولا ارد على التليفون خالص ايديا لتم الكاتفين اه شفت اه شغالين كده اه زي الفل اه شفت شريحة اللحم اه شغالين مع بعض اشار كده لما بروح مطاعم وناكل اسكالوب بني او بوفتيك او كوردن بلو او فينواز اسكالوب بتلاحي حتة اللحم عريضة وكبيرة ويقولك وزنها 120 جرام قبل التشغيل بعد التشغيل عملت نص كيلو التشغيل اللي هو ايه اللي انا بعمله دلوقت شفت بداية كده شفت الحتة اللحمة بص الحتة ايه راك في الحتة دي بص مستحيل تكش في الزيت اه تاني اه شفت الموزة دي انا يهمني الخطوة الاولى من اول ما مسكت اللحمة معي شلت ازاي منها الدهون خلاص الخلطة دي انا مش عايزة اشيلها ونكمل دول مع بعض هنعرف فايدة معلات النشا اضافة النشا لرقاك الدرة او للبصمات وانا بفرد اللحمة واتي التحميره دا يهمني اه زي الفرن ناخد البوزة دي حط علي كده بصماته بايده ياخدها كده كبيرة دي اه عندنا زيت بيسخن انا حمر السكالوب دا دلوقتي ممكن نقدم معا شوية خدار سوتين شربة خدار بطاطس بوري بطاطا مالية زي ما انت عايزة روزة بيض مكرونة سباكتة مع البولينيز مكرونة بالويت سوس شفت حيات السكالوب بطالع عاملة ازاي الله ما شاء الله كف العيلة والقرايب والحبايب واحنا وافين مع بعض يلا نحمر مع بعض يلا بنا في الزيت يعني هو المفروض يعني والمدرسة الطهوية بتقول يعني والعلم الطهوية بيقول يعني ان الاسكالوب دا يتاخد اتحط في التلاجة يتلد لمدة ساعة احنا مش هنعمل كده اقولك ليه لان انا حاطت نشا هنا اتحمري على طول بقلبي جامد وعلى مسوليتي اه اللحمة دي هناخد الشربة بتاعتها انا عارف ان هينبك انت لايه واللحمة واي بتغلق انا بسيبها بتغلق على النار مع بوكي جرنيع علشان اعمل شربة الخضار دلوقتي بتشكيلة من الجذر والكوسة والبسلة والبطاطس كل دا هيتقطع ويتحط في قلب النار مع شربة اللحم اللي بتغلي معانا من اول ما بدأنا الحلقة لو بتعمل اسكالوب بفراخ بنفس الطريقة بتاخد بواق الفراخ وفضلات الفراخ اذا كان عظم او جوانح وبتغلي كده وبناخد شوية شربة حلوية اصدنا عشوية شربة هتستفيد ايه لو روح تجيبتي مكسبات الطعم اللي موجودة في اي ماركت وهتطاق في طبق الشربة انتوا اعملتش حاجة ما هي بتوش عارفة الحاجات دا والطعم دا والفليفر دا جاي منين انا هيميل الشوط الشربة دول فهم الحبان فهم الكرافس فهم الجذر وهم بيغلق على النار كده اخد البهريز بتاعي يلا نحمر اسكالوب مع بعض يلا بينا في زيت شديد الحرارة ممكن تحمريه في زبدة اسكالوب دا ممكن يتحمر في زبدة اهو ايه الحلاوة دي بس اهدع لها شوية كده اهو تزليش بالتانية دلوقت نرفع دي كده شوية وننزل بالتانية يعني هسة بين الاولى والتانية واحنا شغلية كده اهو ليه عم تشيف عشان ما يلتحموش ببعض ما يلزقوش مع بعض اخد دي عجباني اهو الموزة دي الله يلا بينا يلا هو دا تاني حمرهم كلهم فالبتاصة سكة اه اه السؤال اللي جاءنا من شوية الراجل الطيب شربات الكنافة كبايتين من السكر واحد كم من الماء نص نص لامونة قليل من الفانيليا اذا كانت الكنافة بالكريمة نص لامونة تكتفي بيها لو كانت الكنافة بالمكسرات ليه الفانيليا عم تشيف الكريمة بتحب الفانيليا اهو دا يلا اوه اوه دا انا ما شفتش اسكالوب بتحمر كده اشوف مغازق خالص الله يبارك لك طاسة والجيبزة لا خاز اشوف داوقات اسكالوب بايطلع شكله معانا بس ما نقلبوش كتير تعالوا مع بعض نشوف الشربة نعملها ازاي بسرعة شربة الخضار طاسة على النار جزر كوسة بسلة بصل توم زبدة واحنا وقفين كده مع الشربة اللطيفة اللي بتغلى على النار هنصفيها دي مش تاخد وقت كبير معانا بصلها يا نعمة اه اخد اسكالوب بتاعنا الحلو دا كده يلا بينا يلا بينا شوف شوية اسكالوب حلوين دلوقتي بالطبع الحلو دا يا راجلة طيبة دا كلام دا دا كلام دا دا كلام دا يفك يا راجلة طيبة الكلام دا لما انت تعمله في المطبخ ديني كده بس يعني اكتوب انجي كده اشوف ازاي مسك شفت ازاي مسكة اه بوس اه الله الله تاني اعيز كمان تعالوا مع بعض نحط الشوية التانين مع بعض يلا بينا اه في قلب الزيت في قلب الزيت اعيش مع نفسك حلو ناخد اسكالوب دار خليهنا ايه رايك نعم يا غالي حاضر والله اعمل لك اللي انت عايزه مخرجنا عايز يشوف حتة اسكالوب متقطعة استوت ولا لسه شفت المخرج لما يكون شاطر معايا واعايز يشوف الشيف اهه اختارلك دي حاضر افاق بص يلا بينا بستكلها اطلع فاصل يلا تاني مكان البيض يا اما كريمة لباني يا اما معلقة لبنة يا اما معلقة زبادي مادة دهنية يا زبادي يا لبنة يا كريمة لباني يا حاجة كريمة بديل للبيض ولكن وجود الحليب مع النشا والبيض بيخليك الحتة اسكالوب اهه شفت مخرجنا اشوف جيبني التفاصيل كده استوى اللي ما استواش استوى اه نطلع لي في الزيت حاضر يا فاند استوى كبير حفلة اسكالوب النهاردة تعزم حبيبك وقريبك وولادك والاولاد بيحبوا اسكالوب على فكرة تقدر تعمليه سندوتشات باخد دي يلا ايه ايه الله كس دميدة كشيفة ما معلناش يعني الخالطة طلع بقى والزيت كله بقسمات وكله بيد والجوة خالص اه هي دي التركاية احطه هنا عناية فاند خلص الحالة وانا وانت نتصابك ده عشوية كاتشاب شوية بيونيز الله وبالفة انا وشيفها ايه الجمال ده ايه الحلوة دي اشيف هو ده شوية دول اللي انا قطعتهم احطهم هنا تعالوا مع بعض نشتغل في شربة الخضار بصلايا نعمة ناخد بعدينا وهنطلع فاصل سوهير ونرجع بعض الفاصل نرجع لورق العنب انا النهاردة هريحك انك تقعد تلف حلة ورق العنب هنجيب ورق العنب ونجيب البرغل ونشوف ازاي نعمل طاج الورق العنب بالبرغل مع شربة خضار هي جاهزة اقطع الخضار وعند الشربة جاهزة استقطبتها واستنتجتها من اللحمة وانا بشفيها لعمل اسكالوب بني او هتروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعض الفاصل احدى شغالين في الشربة ايه اللي حصل في الفاصل يا عم الشيف للامانة والمصداقية اللي تعودنا دايما عليها من الشيف المغازي على شاشة التلفزيون المصري ان انا طبعا بغلي الشربة دي رقم واحد رقم اتنين خدت الخضار بتاعنا وتحانته في قلب الكبة وتحانه نصفي مع بعض كده الشربة الحلوة دي كده الله اهي بص على الشربة دي بقى هم يدون الموضوع هتقبلها بقى شربة كوارع الله 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 عايزها بالشعرية حراطة شعرية الف هنا وشافة الخضار اللي احنا قطعناه هنا معانا بسلة بنحطها طبعا الشربة المنستريني من المطبخ الطلياني مكوناتها تشكيلة من الخضار لسان عصفور باديل له شعرية زاد تحبة ممكن تحطوا رز عادي فيش اي مشكلة الخضار معايا جاهز بسقطه هنا على البسلة كوسة بطاطس جزر شفت متقطع ازاي نعم اهو اهو الشربة انا بحبها على فكرة ليه با؟ كبار السن سريعة المضغ سريعة الهضم الاطفال سريعة المضغ سريعة الهضم نعم مينفعش افرم البسلة مع الخضار سؤال وجيه جدا مخرجنا عم الشافيه والله العظيم قولي ليه محطتش البسلة مع الكوسة والجزر في قلب الخضار انا عايز احتفز بالسكريات اللي موجودة في حبة البسلة لما جاشة بالشربة دي وتيجي تحت اسنانك كده بتديني طعم تاني مع الراونك وطعم الشربة الجميلة الحلوة سيب الشربة على النار طبعا اللحمة فيها التوابل فيها كل حاجة خلصنا من الشربة كده ناخدها على النار دي ونشتغل على النار دي مقادير طاجل ورق عنب بالبرغل على الشاشة طريقة عمل طاجل الورق العنب بالبرغل كلاتي وراء عنب جايبة برطمان ماشي مخزناه ماشي جاهز عندك ماشي ومعانا برغل البرغل ده بيتجاب يتغسل مرة اتنين تلاتة وبعدين يتصفى ويبقى معانا بالشكل اللطيف اللي حضراتكم بشايفينه ده كده معانا بايدونس معانا طماطم عصير لمون زيت زيتون كل المقادير دي هيجمعهم طاجل واحد اسموطاجل ورق العنب بالبرغل نعم عناية بقولي فين سوس الجبنة للعسكلوب شفت الشيف المخرج مركز ازاي ان انا اعمل اي نوع من انواع الجبن سلسات والاولاد بيحبوها سواء مع بطاطة اسمائلية سواء مع اسكلوب فراخ سواء مع اسكلوب زي ده هحطوله سوس جبنة اي نوع جبنة انت حبه ياخد زبنة ياخد حليب معلقة دي اللي هو الوايد سوس يعني هتجيبي بشامل خفيف وتحط عليه النوع الجبنة اللي انت حبهه اصبع عندك سوس الجبنة بشياكة هتحطيها على اللحمة تحطيها على الفراخ تحطيها على البتزا تحطيها على البطاطس طاصة سخنة بنحط فيها زيت زيتون هازا اعمل شوط ورق ورق اينا بحلوين مع زيت الزيتون دي عم مششيف مكعب من الزبدة زي الفل نعمة حلو هناخد بصلية نعمة بصل توم نعمة على كل ده ما يستوي مع بعضه اكون فرمت الورق العنب بالسكينة شفت الجو ده كده اهو توابل الطاجن ده عبارة عن ملح فلفل بوهار حلو ايهو البوهار الحلو دي عم مششيف دي الكوبية الصيني البرغ اللي بيحبها وورق العنب بيحبها الدلالة على كده من استخدمها في التبولة او في الفتوش الورق العنب ده جاي نضيف مفيوش قروه باخده كده كله مع بعضه اعمله كده واجب السكينة والفارما دي اهو وفرت عليك وقت كبير توقفه في المطبخ تعمله ورق العنب بصلها بتستوي على النار واخد دول كمان على فكرة ما ممكن تعمله السلطة عادي يتسلق تفرمي كده تحتوله عصير للمون تحتوله طماطم تحتوله بقدونس زيت زيتون شوية بوهارات من البهار الحلو ملح وتزينها بالرمان عادي هناخد ورق العنب ده عم الشيف بعد التقطيع الحلوة دي يلا بينا ننزل هنا اهو ده احلى ورق العنب نقلبه على النار ونشوف الدنيا راح على فين معانا بسم الله الرحمن الرحيم نعمر اهو مخرجنا اقول للسادة المشاهدين انت بتسأل سؤال ايه؟ السؤال ده ده مشكلة كبيرة انا ما تسألتش السؤال ده على مر السنين الخبرة بتاعتي انا اكلمك الصراحة يعني اوه مخرجنا بيقولي البانجر ممكن نحشيه انا عايز حد من السادة المشاهدين اللي بيتابعوني دلوقتي يقولي انت معان البانجر يتحشي ولا يتعمل سلطة افضل انت معان البانجر يتحشي ولا يتعمل بوريه او يتحشي ويتعامل متابل ده البانجر شفنا البانجر يتعمل ازاي؟ يتعمل سلطة يتعمل بوريه ازاي زي البطاطس يتعمل متابل مع الطحينة والبعدونس ايا كان ولا يتحشي نفتح التليفونات عم شافيه بعد اذنك حبيبي انا عايز جو كده عايز الجو ده على فكرة بيخلينا اشتغل تجديد الروح قلولي البانجر معان البانجر يتحشي زي البطاطس زي الكوسة ولا يتعمل متابل او يتعمل سلطة المعتاد عليها تتعمل مع زيت زيتون وتاخد معلقة سكر وتتقدم ولا يتعمل بوريه وممكن يتعمل عصير مع جزر يعالج الانيميا له فوائد كتير البانجر على فكرة ولكن يتحشي دي على مر السلين والخبرة بتاعتي تعد الخمسة وتلاتين سنة تقريبا متسئلتش السؤال ده نقلب البرغل ده كده مش السؤال ده معناته انا مستهز بيها يا شفيخة لبالك بالعكس والله السؤال عاجبني انا لازم ابحث الموضوع وابحثه كويس ازال ممكن احش البانجر ايه المشكلة يعني برغل الله ورا عينب شفتوا الطاجن ده جميل اه والشربة بتغلى عندي استوت كمان البسلة انا جبتها عادي من الفريزان كيس عادي وجزر طبعا فرامته في الكبة مع كوسة وبطاطس وكرافس كل ده وشربة اللحمة يا ام اللي كانت معنا من البداية خالص اللحم اللي انا استكتبته من شرايح اللحم اللي كانت عندي عشان عملت اسكالوب منها والمأدير على الشاشة ايه ده ايه ده ايه الصورة الحالوة لما اقول يا اخوانا يا جماهرنا يا متابعيننا على كل انحاء العالم من خلال شاشة القناة الاولى والفضائية المصرية دايما المغازي يقولوا صاحب مقولة الصورة على شاشة التليفزيون المصري تعني مليون كلمة وليس الف كلمة عنصقة شفت شربة الخضار المنستروني مع البسلة مع شربة اللحم اللي انا استكتبته من الاسكالوب بجاهزة للامانة والمصدقية معانا شوية كرفس كرفس بتحط على الشربة بعد ما تترفع من النار ايه يلا نقدمها الف انا وشافة لا خالص بتاخدش نشا لا نشا ولاد ايه الشربة خالص ايه مش محتاجة ممكن للامانة تاخد شوية لسانة عصفور اذا انت حابب يعني نخلي الشربة هنا جنب الاسكالوب حاضر حاضر يا باشا نغر في الشربة الله ايه الحلاوة دي ايه الجمال ده الله كبار السن تاج على رؤوسنا اطفالنا مستقبلنا بين ايديكم شبابنا مستقبلنا بين ايديكم الشربة دي مفيدة جدا فيها الهبر فيها الفيتامين اهو انا مش عايز اخذ بالك انت يعني اتدلع وانا بصبها اهو خلاص خلصت اذا الشربة زي الفل اخبار البرغو اللي ايه عم مشيث مع الورقة العنب الاختراع اللي انت عامله ده شوف الاختراع هنغرفه هنا برضو جاهز الله اكبر ورق عنب شوفت الحلاوة دي كده الله اهو ومع انا كمان برغل طبعا انتو عارفين البرغل بياخدش وقت كبير في السوا يعني ممكن بيتنيع وبتحط على التابولة مع انا ورق عنب مسلو طبع ده جاهز هوت زي الفل الله لازم تعملين النهاردة لولادك الاكلات دي سريعة قيمة الغذائية عالية جدا ممتك حماتك اكلة سريعة المضغ للسنان الاطفال الحلوين اللي بيعترضوا على شكل ورق العنب بنزين الطبع ده بالرمان حلواتنا النهاردة تفاصيلها بين ايديك مفاتيح مطبخك والسعادة الزوجية بين ايديك في جيبك مش هتجيبها من عند الجيران خش المطبخ شوية حب وجود الرمان على ورق العنب مع البرغل دلالة على الحب ودلالة على الاهتمام عمالنا شربة المنسترين الخضار بشربة اللحمة عمالنا اسكلوب ببانيه بيتكلم مصري معا ان هو من المطبخ الطلياني رؤيا فاند ابداع بنشوفوا كلهم على شاشة القناة الاولى والفضايا المصرية من ماس بيرو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة